بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذه الجلسة في مجال اضطراب طيف التوحد أسعد وأتشرف بتواجدي من خلالها معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر للحديث والإشارة عن بعض المهارات التي نقوم بتدريب أبنائنا من ذوي اضطراب طيف التوحد عليها نبدأ على بركة الله بإذن الله تعالى سيكون عنوان حديثنا في هذه الجلسة كتابة ما يملي عليه المعلم من جمل قصيرة مهم دائما عند التدرب على هذه المهارات أن يكون الطالب أتقن سلسلة من المهارات قبل أن يصل إلى هذه المهارات دائما نشير ونبين إلى أن هذه المهارات دائما ربما لا تكون هي صعبة أو انتقال من سهل إلى صعب ولكن يجب أن يكون الانتقال متسلسلا حسب هذا الترتيب حتى يستطيع فهمه وإتقانه فقبل أن يكون بكتابة الجمل فمهم جدا أن يكون تدرب في البداية على أنه يكتب الأحرف بشكل صحيح ثم الكلمات بشكل صحيح بجميع الأحرف بجميع أشكالها أول ووسط وآخر الكلمة ثم بعد ذلك تدرب على المهارات الأخرى المتعلقة مثلا بلأساليب مثل الشمسية و القمرية السكون التنوين التاء المربوطة التاء المفتوحة يكون أتقن جميع هذه المهارات ثم بعد ذلك ينتقل إلى كتابة هذه الجمل حتى يستطيع كتابة هذه الجمل القصيرة بشكل صحيح هذه المهارات بالإمكان العودة إليها من خلال كتاب لغتي الصف الثاني الابتدائي من خلالها أقوم بتدريب الطالب من خلال العديد من الأنشطة العديد من الصور العديد من النصوص التي من خلالها يستطيع الطالب تطوير مهاراته كثيرا في القراءة والكتابة والتحدث والاستماع هي مهارات جدا مهمة لأبنائنا من ذوي الطرطي في التوحد أنها تعلق في أشياء متعلقة كثيرا في المهارات المتعلقة بحياتهم اليومية هو يحتاج دائما للقراءة يحتاج أن يشاهد ما حوله يحتاج إلى الكتابة يحتاج أن يتحدث بالشكل الصحيح يستمع بالشكل الصحيح كل هذه المهارات في مادة لغتي مهمة جدا جدا لأبنائنا من ذوي الطرطي في التوحد العودة إليها من خلال نسخة أكترونية على موقع عين التعليمي سيساعد بشكل كبير على تعلم وإزراك وفهم هذه المهارات أفضل من أن أقوم بشكل إما بشكل ارتجالي أثناء الحصة تدريبه على بعض المهارات التي أتذكرها أو إحضار بعض المناء بعض المذكرات والمذكرات المختلفة التي تدرب الطالب على مهارة معينة كتاب لغتي يكون متسلسل عرض هذه المهارات بشكل جميل فأستطيع تقديمها كذلك بشكل جميل وبدون أي تشتت فجميل جدا عودة لهذا الكتاب والموجود من النسخة كذلك أكترونية على موقع عين بعد ذلك في حديثنا عن الكتابة هذه الجمل مهم دائما أن يتدرب الطالب على قراءة الجمل هذه ومشاهدتها وقراءتها أحيانا حتى يستطيع إدراكها بشكل بصري ثم أجعله يكتب مثلا جمل يقوم بنسخها فقط يقوم بنسخ هذه الكلمات يشاهدها أمامه ثم يقوم بكتابتها نسخ هذه الكلمات فقط بعد ذلك أستعرض كلمات وأطلب منه أن يقوم بكتابتها في الدفتر أو ورقة خارجية أقوم بتغطيها بعد ذلك ثم أملي عليه كلمات لهذه الجمل يقوم بكتابتها دائما هذه الجمل يجب أن تختم بعض المهارات بمعنى أن أعطيه هذه الجملة أريد من خلالها أن أتأكد بعد أن دربته من خلال عديد من خطوات أن أتقن للشمسية والقمرية أو أنه تعرف التاء المربوطة والتاء المفتوحة من خلال هذه الجملة يعني تحتوي على كلمات تحتوي مثلا على تاء مربوطة وعلى تاء مفتوحة أحيانا أريد أن أتأكد أنه أتقن التنوين فهذه الجملة تكون فيها عبارات منونة بالفتح والضم وغيرها من المهارات التي يتدرب الطالب عليها الحروف المد الألف والو والياء ربما هي أولها وأهمها حتى يتجنب الوقوع في الأخطاء الإملائية لأن أكثر الوقوع دائما في الأخطاء الإملائية أو يعني هو أول الأخطاء أهم ما يجب أن ينتبه إليه ومتعلق بحروف المد حتى يستطيع كتابة الجمل وقراءتها بالشكل صحيح يتقن حروف المد وكيف تقرأ مع الأحروف والكلمات حتى لا يقع في المستقبل إن شاء الله تعالى بالأخطاء المتعلقة بالكتابة أخطاء إملائية أو القراءة كذلك نبدأ على بركة الله كتابة ما يملي عليه المعلم من جمل قصيرة المكون لدينا أكتب ما يملأ عليه أكتب الجملة الآتية مضبوطة بالشكل إملاء منسوخ يقوم بكتابة هذه الجملة نلاحظ هنا لدينا عالج الطبيب ضرس فواز يقوم بكتابتها ونسخها ونلاحظ كذلك دائما ننتبه إلى بعض المهارات التي يدرب الطالب عليها مثلا إما حروف المد أركز عليها وأبين لها معنى هي من أول المهارات في الغالب التنوين الشدة كذلك كلها من المهارات التي يتدرب الطالب عليها ثم بعد ذلك يكتب ما يملي عليه المعلم يعني أولا كتبها إملاء منسوخ نلاحظ ثم ما يملي عليه المعلم أحيانا في البداية مع ابنائنا من دول طراب طيف التوحد أحتاج إلى أن أكتب هذه الإملاء المنسوخ ونفس العبارة التي استخدمتها في الإملاء المنسوخ هي التي أقوم بإعطائها إياه وإملائها عليه بمعنى إملاء اختباري حيث أنه يستطيع تذكرة يعني يستطيع استحضار هذه الكلمات من ذاكرته وكتابتها يحاول تذكرها من ذاكرته ويقوم بكتابة هذه العبارات نلاحظ كذلك في بعض الأمثلة أكتب العبارة الآتية مضبوطة بالشكل من الوسائل المقترحة دائما اللوحة مكبرة و الشفافيات اللوحة المكبرة دائما نقوم مثلا باستعراض إذا كنت أريد عرض بعض هذه الجمل أعرضها له مكبرة وأقوم أحيانا بعرض هذه الصفحة دائما نقول أبنائنا من ذوي الطراطيف التوحد كل طالب يختلف عن الآخر داخل الفصل إذا لم يكن لدي أكثر من طالب يتعلمون هذه المهارة فأني أستعرضها أمامه أضع هذه القطعة التي سأقوم بإملائها عليه يشاهدها أمامه ثم يكتبها نلاحظ على سبيل المثال أمامنا بعضا من الأمثلة على ذلك يقوم هنا إملاء المنسوخ دخل ياسر ورفت الجلوس ثم بعد ذلك إملاء منظور بحيث يشاهدها ثم يكتبها في دفتره إملاء من معلمي يعني أقوم بإعطاء هذه الجملة ويشاهدها ثم يقوم بكتابتها في الدفتر بعد ذلك تجتمل هنا إملاء اختباري يجتمل على كلمات مكونة من حروف سبقة دراستها بمعنى دائما هذه المهارة يجب يكون أن تجتمل هذه الجمل والكلمات على مهارات سبق له دراستها أو أحرف إذا كان لدينا مثلا ربما حين يستطيع أعطاء بعض الجمل القصيرة من بعض الأحرف التي تعلمها ولكن في الغالب عندما ينتي من تعلم الأحرف يستطيع كتابة هذا الجمل وتدريبه من خلالها تكون تحتوي على بعض لا سعلي مثل سواء مثل ما ذكرنا التنوين الشمسية والقمرية ونحوه من المهارات ألاحظ الجملة الآتية ثم أكتبها في دفتري إملاء من معلمي إملاء منظور يحافظ ياسر على ألعابه ثم بعد ذلك نلاحظ كما شنى قبل قليل أكتب في دفتري ما يملي علي معلمي إملاء اختباري يشمل كلمات تعويض وآهل لغوية سبقت دراستها إذن دائما هذه المهارات يجب أن تكون لشيء سبق دراسته عند استعراض لهذه المهارة ونحن دائما نتحدث عن وجود هذه النسخ منها بالإمكان الحصول على النسخة الإلكترونية مهم الوالدين في البيت يقومون بطباعة النسخة والتدرب على هذه المهارات واستخدام هذه يعني نفس هذه الخطوات وهي بسيطة جدا فقط أن يقوم بإملاءه عليه هذه العبارات الموجودة أمامه يقوم بإملاءه عليه مهم أن يكون بعيد عن جميع المشتتات كل ما يشغله عن الكتابة والانتباه لهذه العبارات مهم جدا أن تكون بعيدة عنه ثم أعمل على تعزيزه سواء في الصف أو كذلك حتى في البيت عندما يقوم بالكتابة الكتابة الصحيحة عندما يجلس بهدوء أثناء مثلا الدرس دائما ربما في كثير من الأحيان نجد صعوبة في أن يجلس في مكانه وأن لا يذهب وأن لا يتشتت فربما لو استطاع حتى الكتابة ببعض الأخطاء ولكنه جلس في مكانه وقام بالكتابة والاستجابة لما يقوله المعلم ما تقوله الأم فإني أقوم كذلك بتعزيزه ولو كانت الكتابة ليست صحيحة بشكل 100% 80% 70% ولكن الأهم أنه تقدم خطوة بمعنى في السابق وكان لا يجلس لا يحاول جلس الآن جلس وقام بكتابة هذه العبارة فإني أقوم بتعزيزه كل ما تقدم ولو مستوى بسيط عند التدرب على مثل هذه المهارات الأهداف من خلال هذا النشاط يتوقع من التلميذ تحقيق الأهداف التالية كتابة جمل مكتملة المعنى من ثلاث إلى خمس جمل تحوي الشمسية قمرية تضعيف وتنوين الصوات مد أساليب وتراكيب لغوية كذلك بمعنى هذه الأساليب التضعيف يعني الشدة والألة الشمسية والقمرية تكون داخل هذه العبارات التي أقوم بإملائها عليه في البداية ثلاث إلى خمس فقط تكون جمل بسيطة جدا جمل بسيطة جدا من خلالها يستطيع فهم وإتقان وإدراك هذا المعنى وتوصل هذه الأساليب اللغوية التي يتدرب عليها مهم جدا أن أتدرج بداية جمل بسيطة جمل من ثلاث كلمات ثم أتقدم في هذه الجمل حتى يستطيع الفهم والاستيعاب دائما نحن نتحدث أن هذا السلسل بالإمكان العودة إليه في كتاب لغتي وهو بشكل جميل ومناسب إلى هنا أكون وصلت إلى نهاية حديثي في هذه الجلسة شكرا لكم على طيب المشاهدة طبتم وطابة أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته